لا أستطيع أن أفسرها تماما أعتقد أنه لازل هناك شيء من الغموض أو العداء ما بين السعودية وبشار الأسد لأن بشار الأسد هو الذي دعا قادة المنطقة الآخرين إلى أشباه الرجال وهذا لن ينساه قادة المنطقة ولكن أيضا أعتقد أن هذه العلاقات الجديدة لها علاقة بأمرين الأمر الأول هو الاستنفاذ الحرب الأهلية السورية التي امتدت عبر سنوات ومقدار المعاناة للشعب السوري حتى أن السعودية ودول أخرى ترغب في أن تعيد سوريا إلى الحدن العربي لتبدأ في إعادة بناء هذه الدولة دون بشار الأسد وهناك سبب آخر ربما وهو ما الذي تحاول السعودية القيام بها هو أن تخلص سوريا من التأثير الإيراني فأفضل وسيلة لذلك هو أن تقترب السعودية من سوريا وتنأى بها عن إيران أعتقد بأن الولايات المتحدة متفائلة بحذر حيال تحركات السعودية باتجاه التدخل الدبلوماسي في المشاكل في سوريا لأنني أعتقد بأننا يمكن أن نتفق جميعا بأن الحرب الأهلية قد اقتصت الكثير من الأعناق المدنيين في سوريا وكلفت المليارات من الدولارات من أجل إعادة بناء سوريا وفي نقطة ما فينبغي إيقاف هذه الحرب وإعادة البناء ينبغي أن يشرع وربما الخطوات التي تتخذها السعودية الآن هي الخطوات الصائبة لأن تتخذ لأنه لا يبدو بأن هناك أي خطوة أخرى ناجحة أو نجحت خلال 15 عاما الماضية